اشتركوا في القناة صباح الخير يا عاصم صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان برحب بحضراتكم ان شاء الله حلقة جميلة ويوم سعيد بإذن الله تعالى طبعاً إن بارح كلنا كنا بنتابع ختام فعاليات منتدى شباب العالم التاني بمدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم اللي بيعد حلقة تواصل هامة جداً وكبيرة جداً بين الشباب المصري والإفريقي وشباب من مختلف دول العالم وهو أيضاً بيعد مائدة للحوار الهام والجدي اللي بتربط طبعاً بين قيادات الدولة ومؤسسات الدولة وبين أيضاً المجتمع المصري والعديد من المجتمعات المختلفة من جميع أنحاء العالم منتدى شباب العالم ما فيه شك إنه هو شيء مشرف شيء عظيم شيء بنفتخر إن مصر بتحتضنه وإن منتدى شباب العالم بيقام على أرض مدينة شرم الشيخ شيء جميل جداً إن احنا نشوف عدد كبير من الشباب من مختلف أنحاء العالم بيجوا لمصر عشان يحضروا هذا المنتدى عشان يكون فيه تواصل كبير يكون فيه تبادل للثقافات تبادل للخبرات بين الشباب المصري والشباب من مختلف أنحاء العالم أيضاً الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني الحقيقة مبارح قدم رسائل كتير جداً وخاص الشباب تحديداً برسالة أهمة إنهم لازم يعني يتحملوا لازم يزبروا لازم يكون عندهم أمل لازم يكون عندهم ثقة في أنفسهم عشان يقدروا يواجهوا كثير من التحديات اللي بتواجه الشباب مصر وجدت تحديات كثيرة جداً خلال الفترات اللي فاتت وكان من أهمها الإرهاب وأيضاً يعني التطرف ودي من التحديات الصعبة جداً اللي بتواجهها أي دولة في العالم ولكن الحمد لله إحنا شعب متحاب شعب بنخاف على بعض شعب عندنا ثقة في نفسنا وثقة في ربنا سبحانه وتعالى وبنقدر إن إحنا نتخطى هذه الصعوب بشكل أوبار توصيات كثيرة خارج بها منتدى شباب العالم في نسخته الثانية تم طرحها على الجمهور وأمام الجميع ولكن هناك توصيات شهدات ولحظت والجميع شاهدها عبر التلفاز وأيضاً اللي كانوا موجودين في هذا المنتدى أموال فرحة التي كانت تغمر وجوه كل الحاضرين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي فخراً بشباب مصر فخراً بهذا المحفل العالمي الذي يصدر السلام ويصدر الطاقة الإيجابية عن هذا المجتمع الأصيل المجتمع المصري التوصيات الأخرى اللحظة الإنسانية التي يتحلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً في هذه المحافل وغيرها لما شفنا قدية حرس الرئيس أنه هو يعني يستقبل أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة غير المصريين أحد الأجانب وحليص أيضاً أن يعودها مرة أخرى وده كان بمثابة يعني الإنسانية التي يحل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المقام الأول وده بيؤكد أن مصر ستظل دائماً في الريادة العالمية التوصيات الأهم بقى والحياة حابة أركز فيها مع حضرتكم النهاردة عودة مصر للريادة في القارة الأفريقية كل المشاركين من القارة الأفريقية في هذا المنتدى ليس فقط طلبوا بعودة مصر ولكن أكدوا على الدور المنشود للدولة المصرية أفريقياً وعربياً بل دولياً الشباب اللي حاضروا 160 دولة 160 جنثية 160 ثقافة مختلفة ده بيؤكد أن الحمد لله رب العالمين عندنا الشباب مصر قادر أنه يضاهي ويتحدى كل الخبرات العالمية ويتحدى كل الثقافات العالمية الشيء الجميل واللي أنا تفاعلت معه مع أصدقائي اللي كانوا موجودين في منتدى شرم الشيخ والحياة حبيت أركز على هذه الجزئية تفاعلوا الشباب المصري مع ضيوفهم بقى من الأجانب والعرب وشفت من خلال كلامهم معايا في التليفون والحياة أنا حاسيت حتى من نبرة أصوات زميله وهم بيكلموني عن فرحتهم بهذا المنتدى والشباب المشاركين فيه أن الثقافات مش بس اندمجت في هذا المنتدى ولكن ده هناك تعارف هناك أجناس تعرفوا على بعضهم البعض بل من المحتمل أن يكون هناك أصهار ما بين المصريين وما بين هؤلاء الشباب اللي شاركوا في هذا المنتدى كمان حابين نؤكد على أن لنظموا هذا المنتدى هم شباب مصريين فأنه منظموا هذا المحفل العالمي فده معناه حاجة كبيرة جدا بتؤكد الرياضة أيضا للشباب المصري زي ما شفنا على مدار أربعة أيام أيضا المنتدى ناقش العديد من الموضوعات أكثر من أربعين جلسة وغير الجلسات الجانبية والجلسات التي حضرها الرئيس عبدالفتاح أسيسي كما أيضا حضرت قرينة الرئيس عبدالفتاح أسيسي سيدة انتصار أحد الجلسات التي تؤكد على الدور المنشود ما بين الرجل والمرأة وده دليل على أن الرئيس عبدالفتاح أسيسي أو الدولة المصرية لا تفرق إطلاق ما بين الرجل أو الست فهما سواء شركان في هذا المجتمع لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات أعتقد ده رسالة جميلة جدا 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 للعالم أجمع على المنظور السياحة بقى زي ما قلت لحضراتكم يوم الحد اللي فات المغرضين والحاقدين واللي هم بيكرهوا أي شيء يفرح المصريين بيستنوا أي محفل أو أي حاجة تبقى جميلة تحسب للدولة المصرية وبحاولوا يعملها يعكروا صفوها اللي حصل مبارح واللي حصل على مدار أربعة أيام والوفود اللي جات قبل المؤتمر بأربعة أو ثلاث أيام تانين كلهم بالتأكيد أخذوا ذكريات في هذه المدينة السحيرة مدينة السلام شرم الشيء كل واحد شرك في هذا المنتدى كان حريص أنه ألتقت مجموعة من الصور أيما داخل المنتدى أيما في الفنادق اللي نزلوا فيها وبالتأكيد رفعوا على مواقع التواصل الاجتماعي فإنت كسبت حضرتك قرابة الخمس تلاف مش بس كمان المصريين لا ده الأجانب خمس تلاف شاب وفتاة على مستوى العالم لديهم ذكريات إيجابية عن الدولة المصرية شيروها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بيدركوا فيها وبيتباهوا ويفتخروا بجمال الدولة المصرية وأدي إيه كرم هذا الشعب الأصيل وأدي إيه مدينة شرم الشيخ ومصر بها السلام والأمان فأعتقد ده أجمل حاجة ممكن نرواجها للسياحة المصرية عندنا وأفضل صفراء غير دبلماسيين ممكن نكتسبهم من خلال مثل هذه المحافل الدولية في الشكل طبعا أن المنتدى الشباب العالم كان له تأثير إيجابي جدا على الجانب السياحي وأيضا الجانب الاقتصادي والجانب السياسي ويمكن الرئيس كمان إمبارح وجه تحية وشكر لكل الشباب اللي شاركوا في هذا المنتدى وكمان الناس اللي نظمت هذا المنتدى بهذا الشكل المشرف وبهذه الإمكانيات الكبيرة والضخمة اللي نقلت صورة إيجابية وصورة متحضرة جدا جدا لمصر أمام العالم ودي للمرة التانية يعني المنتدى الشباب العالم الأول كان أيضا ظهر للعالم بصورة مشرفة جدا جدا كمان أهالي شرم الشيخ كان ليهم دور إيجابي ودور ملموس وبنقدم لهم كل التحية والشكر على حسن الاستضافة وكرم الضيافة كانوا الحقيقة بيحاولوا بشكل أو بآخر يساعدوا في استقبال الوفود بشكل جميل وبشكل مشرف وبننقل الصورة الحضرية كمان لينا كشعب مصري أمام العالم نتمنى لهم طبعا نعاصم كل التوفيق لو كمان على ذكر شرم الشيخ كمان حابين يعني نشكر كل من تعاون في الخروج بهذا المنتدى بهذه الصورة الإيجابية وأنا بشكر المتحدث اللي شكر كل العمال اللي في الفندق والناس اللي موجودون في الشوارع اللي هم دور كبير جدا في تأمين هذا المنتدى وعلى رسوم طبعا قوات الأمن سواء من الجيش المصري أو قوات الشرطة المصرية الباسلة حابب نقول في نهاية هذه المقدمة أن منتدى الشباب العالم ولد قويا في 2017 وفي نسخته الثانية أكد على قوته وأنه له دور كبير جدا في الرياضة عالميا من الناحية الشبابية وأيضا أشهر رئيس عبدالفتاح السيسي أن هذا المنتدى مستمر بإذن الرحمن على أن يلتقوا مرة أخرى في نوفمبر 2019 نتمنى يا رب التوفيق لكل شباب العالم وليس فقط الشباب المصري نتمنى يا رب أن نكون دائما عند حسن ظن العالم وأن يظل الشباب المصري هما العمود الفقري لهذا المجتمع وإنت ماشي في مصر أكيد هتحس بالسلام والمحبة لغنيتنا إلى نسمح